التلميذ كان عندهم إيمان بالوجود؟ كان عندهم. آمن أن الله موجود، مضبوط؟ التلميذ كان عندهم إيمان بشخص رب يسوع كمخلص؟ يعني، ليس معه ثلاث سنين نوع ما، آه. كان عندهم هذا الإيمان الذي يسوع وُبَّخوا له، لأنهم ما صدقوا. شوف كلمة التصديق. في كثير من الناس، عندما ظهر يسوع المسيح من بعد قيامته من الأموات، أغلب التلميذ ما صدقوا أن هذا هو. أغلب التلميذ ما صدوا أن هذا هو. وبيخبرنا الكتاب المقدس عن نوع الإيمان الذي يصدق الأمور ولكن لا يثق مئة بالمئة فيها، هناك فرق كبير. كما قلنا أن أصدق شيء أو واثق أنه سيتم. شوفوا في لما، شكراً، لما الكتاب المقدس بيخبرنا على أبولة يوحن المعمدان، شكراً. لما الملاك بشروا أنه إلي صبات، راح تحبل هذه المدعوة عاقراً، كان مستحيل تحبل. وخبرنا كان الكتاب أنه كان يكهن، كان الدور عليه أنه يكهن في قدس الأقداس وفي خينة الاجتماع. وبيقول الكتاب في إنجيل لوقة الإصحاح الأول عدد عشرين، لأنه لما خبروا الملاك أنه مرته راح تحبل ما صدق، شوف شو صابوا، بعد أن نعرف كلنا أنه انخرس، لدرجة لما طلع لبرة، شوفوا أنه خرس، كان داخل يخدم ويبخر، ويكهن لالله، ولكن طلع من الخيمة أخرس، الناس عرفوا أنه ظهر له شيء، قاله ظهر له ملاك أو رؤية، ولكن شو ملك الرب قال له في آية عشرين، ها أنت تكون صامتاً ولا تقدر أنت تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته، لأنك لم تصدق. الله بطلب مني أن يكون عندنا إيمان أنه منصدق الأمور اللي الله بتكلم فيها، ولكن السرح أنتقل لإيمان آخر هو ده أسميه الإيمان الذي يثق، وبدأ أشوف هذا في رسالة العبرانيين، إصحاح 11، وأبدأ أخبركم الفرق بين إن أصدق الشيء وأثق في الشيء، عبرانيين إصحاح 11 والآية الأولى، شوف هذا النوع من الإيمان، أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى، والإيقان بأمور لا ترى، هذا الإيمان، وإيمان يختلف جداً عن الإيمان أو أنواع الإيمان التي تكلم عنها، لأنه إيمان يثق، شو يعني يثق؟ الإيمان ليس أنا بدأ أعملت فرق بين يثق و يصدق، لأن كلمة ثقة شوي أكتر من صدق، يعني بتصدق إنه أبوك منيح؟ أه، أصدق، بس بتصدق إنه زي ما قلنا هذا الشخص، بتصدق إنه ممكن أروح من أولون؟ أه، بس بتصدق عليك؟ لا، أما الثقة هي آه بسدق، عندي ثقة، عندي يقين، عندي تأكيد، لما أنت بتصلي لأبوك السماء حتى يعمل عمل معين في حياتك، لازم نثق، هذا بينقص الكثيرين فينا، أغلبنا كمؤمنين، مولدين، ويلادين، منصدق كل أمور الله، منصدق كلمة الله، بس مش أغلبنا في عنده الثقة عمياء فيما تكلم بها الله، يعني أعطيك مثال، لما بتيجي بتصلي لأجل شفاء، أغلبنا منيجي بنقول يا ربي إش فيني، يا ربي سعدني، يا ربي غيرني، يا ربي يا ربي يا ربي، وليش منيجي لأننا من آمن أن الله قادر أن يعمل هذه الأمور، ولكن لما بتقول إنسان، طيب بيجيك إنسان مثلا مشلول على عرباي، إذا أنت مأمن أن يسوعك بيش فيك واجيت لهون، بيحتاج إيمان، ثقة تقول له وقف وامشي، مش إيماني أنا، إيمانه هو، كم يسوأل نازفة الدم، قال له إيمانك، خد شفاكي، الكتاب المقدس بيخبرنا عن عشر بورس، إجوا عند يسوع كان مرض البرس، مخيف جدا، جلدهم بلش يقبع، حالته غريبة لدرجة الناس كانت تقرف منهم، وكان الأبرس كان في وصية ممنوع يمشي، بيشوف شخص بالشارع لازم الأبرس ينتقل للشاء الثاني حتى ما يعدي، وحتى كان يعتبروه نجس كمان وكأن لعني من الله، هذول العشر بورس، إجوا عند يسوع، طلبوا منه الشفاء، بقدر أن تشفينا عشرة، شو بخبرنا يسوع عمل؟ صلى لهم؟ لا، دانهم بالزيد؟ لا، أنا عارف شو؟ أخرج منهم نروح البرس؟ لا، ماذا قالوا؟ قالوا، اذهبوا، أروا نفسكم للكاهن، قلنا الكتاب، وبينما هم ذاهبون، بارئوا، دارشان يسوع عمل، ولا صار إشي، قالوا، بس روحوا، ليت وارجوا حالكم للكاهن، لأن الكاهن في البرس هو كان الشخص المفوض اللي بيقرر اسكند الإنسان بعده أبرس ولا شفي، بدك تشفى، قالوا بسيطة، روح وارجوا حالك للكاهن، بس أنا بعدني أبرس، كيف بدك أروح؟ فكروا فيها، أنا بعدني أبرس، كيف بدك أروح وارجوا حالك، شو دي روح أقول له؟ شوفني، ما أنا بعدني أبرس، أنا شايف حالي، لكن الكتاب يقول، وفيما هم ذاهبون، يعني هالعشر بورس كان عندهم إيمان، إنه باللحظة أخذوا الكلمة، أخذوا كلمة اللي طلعت من فم يسوع، صدقوها ووثقوا فيها، عشان يكبلش يمشوا نحيط الكاهن، وهني في الطريق صار يطلع حالهم، إنه شي فيه، هذا الإيمان نحنا بنحتاجه، ها؟ وبنحتاجه لأمور حياتنا اليومية، في أي موضوع بتصليله، أي موضوع تطق فيه، أي موضوع تطلبه، خلي عندك إيمان وثقة، بتصلي لأجل ابنك، بتصلي لأجل بيتك، بتصلي لأجل مرتك، بتصلي لأجل شيء، تعرفوا شو حتى؟ مرة أخذ بتقول لي، أنا بآمن باللحظة المحتاجة حتى أوقف سيارتي بحنياة، بيكون كل الشارع ملان في سيارات، أنا عندي إيمان، لما أنا بأصل هناك رح يلاقي خنياة، وبتقول لي فعلا بلاقي خنياة، ومش غلط يتآمنوا بهذه الطريقة البسيطة، بس أكيد مش المطلوب من أننا نبدأ ندور على خنياة، مش هذا لو الإيمان، بس بإمكانك تمارس الإيمان، تمارس الإيمان بالأمور البسيطة، تمارس الإيمان إنه الأمور، لما إحنا منتعلم ونتدرب، لما أجل التلاميذ قالوا لي يسوع قالوا لي إيش؟ زد إيماننا، علامة إنه الإيمان بزيد، ها؟ أمين؟ الإيمان بزيد، ونحنا بدنا إنه يزيد إيماننا، شوفوا يوحنا الأولى الإصحاح الخامس، رح نقرأ كمان آية من هناك، والآية أربعة عشر، بول وهذه الثقة، شايف؟ هنا كلمة إشي شوي يختلف عن إيش كنا نقرأ قبل، عندنا ثقة التي لنا عنده أنه انطلبنا شيئاً، حسب ما شئته يسمع لنا، شايف؟ هذا الإيمان اللي عنده ثقة، ولكن اللي هنا بين الآية ربي علمنا، مش مهم قديش أنت قوي إيمانك، وبتصلي لأجل الأمور، هذا مش بجبر الله يعمل، الله ما بيعمل شيء ضد مشيته، يعني، ما بيجي لي أخ بقول لي، أنا عندي إيمان أني رح أطلق مرة وأجوز واحد تاني، أمن قديش بدك، هذا مش إيمان، لأنه مش بمشيئة الله وحسب كلمته، في ناس، مثلا واحد بيسير إليك، أنا عندي إيمان، بس طلع من بيتي خي سيارة رح تضربه، شو هل إيمان؟ مش في ناس، سمعتوا ناس يك بيحكوا؟ عنده إيمان رح يسيبك نصيبه، عندي، لا لا يا أخوتي، ما بنفع إن آمن بأمور ضد مشيئة الله، عشان يقدر تآمن كل عمرك، وبيضلك نفس الشيء محلك، قبل ما تبدأ تآمن بالأمور، لازم تسأل هل هي بحسب كلمة الله، ولا إيه؟ ولا لا، مظبوط؟ فلما ما نصلي لأجل أمور، الله بدي يباركك أنا بفهم، الله بدي يشفيك أنا بفهم، الله بدي يبارك مرتك وأولادك ينجح أولادك بالمدرسة، الله بدي يك تقترب ليسوع، الله بدي يستخدمك في أيات ومعجزات، الله بدي يستخدمك تبشر، كل هذا رائع، بس هذا كله بحسب كلمة الله، بس الله مش رح يستخدمك تعمل أي شيء، ويستجيب لأنه ضد مشيئته، فخلينا نحن منيح نآمن ونطق ثقة عمياء أن الأمور رح تسير، ولكن مش معنا نبدي نصلي أمور غريبة ضد مشيئات، وكلمة الله، أمين؟ فكل اللي بدي يطلقوني سوانا، تخافوش، الله مش رح يسمعه، بس الله، هل تخافوش،